موسيقى السلام عليكم ورحمة الله طابت أوقاتكم أعزان المشاهدين بدلا من أن يتوجه إلى مكتبه قرب المسجد الأقصى المبارك للوقوف على رأس عمله نائبا للمدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس يعتصم الشيخ الدكتور ناجح بكيرات في بيته بقرية صور باهر جنوبي القدس المحتلة رافضا الخروج منه بعد تسلمه قبل عدة أيام قرارا بالإبعاد عن القدس لمدة ستة أشهر وكان قائد ما يسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية رافي ميليو قد أصدر قرارا بإبعاد بكيرات في العشرين من يونيو حزيران الماضي وأمهله 72 ساعة للاعتراض على القرار لكن الجهود القانونية للاستيناف على الإبعاد رفضت جميعها بعد 13 يوما بحجة أن بكيرات متورط بنشاطات أمنية ويشكل وجوده في القدس خطرا على الأمن وفق تعبير ميليو أما الدكتور ناجح فقال هذه تهم ظالمة وملفقة لن أنفذ القرار ولن أقبل الإبعاد على نفسي إلا إذا أخرجت بالقوة فلا حول ولا قوة إلا بالله فلماذا يلجأ الاحتلال لإبعاد المقدسيين من خلال اقتلاعهم من قدسهم كما يقتلع أشجارها ويهدم بنيانها وما مخاطر ذلك على القدس والمسجد الأقصى المباركين للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدنا أن نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام الأقصى أو كان مدير الأقصى سابقا ونائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس حاليا ورئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث أرحب بك معنا دكتور أياكم الله وبرك الله فيكم نتمنى لكم السلامة إن شاء الله بعد هذه الهجمة الشرسة عليكم من سلطات الاحتلال ونثق بقوتكم وعزمتكم في مواجهة هذه التحديات لأننا نتكلم عن شخص واجه عشرات القرارات ما بين إبعاد وآتقال ومنع من السفر وسنتكلم عن ذلك بالأرقام لكن كيف تصف لنا المشهد الآن دكتور فيما يتعلق باستلامكم لقرار الإبعاد وأنتم تنتظرون في أي لحظة أن تقوم قوات الاحتلال بإبعادكم بقوة السلاح عن القدس يعني بداية أشكرك وأشكر قناة الرافدين على وقوفها إلى قضية الشعب الفلسطيني وإلى قضية الكدس والمسجد الأقصى وقضية الإبعاد وهذا موقف نشكركم عليه وأنتم دائما صوتنا الحقيقي لإيصال معاناتنا ما يجري في القدس القدس تعيش حالة غربة وتعيش حالة اختطاف من قبل الاحتلال الاحتلال يختطف شعبها يختطف حجرها يختطف بشرها يختطف زمانها إذا ما رأينا إلى موضوع قرارات الإبعاد حرب الإبعاد هي سياسة صهيونية في الفكر الصهيوني أنتم تذكرون في عام 1948 تم ترحيل أكثر من 800 ألف فلسطيني تهجيرهم قصرا بعد عام 67 أيضا رحل ما يزيد من حوالي 200 ألف ثم بدأ الترحيل يوما بعد يوم لكي ينال رئيس الهيئة الإسلامية في وقتها بعد عام 67 وأمين عام القدس وفي عام 2006 تم أيضا ترحيل النواب ووزير الكدس السابق والآن يتم ترحيلنا بلا تهمة بلا شيء التهم ملفقة جاهزة في 22.6 لهذا العام تم استدعائنا إلى مركز المسكوبية بحجة أن هناك قرار يجب أن تستلم ما كان يخطر في بالي أن هذا إبعاد ذهب وإذا بهم يقولون أن هناك نية لدى قائد الجبهة الداخلية بإبعادك عن مدينة الكدس وأمهلوني 72 ساعة كي أعترض على النية التي ستصدر يعني الآن لم نصدر القرار قدمنا الاستئناف طاقم المحامين بالتعاون مع دائرة الأوقاف ومع مجلس الأوقاف تم تقديم في هامش ما نسميه هامش المحاكمة وإن كنا نقول أن هذه المحاكم هي محاكم باطلة ولكن تم عملية الاستئناف والاعتراب على القرار وأن هذا القرار لا يمت إلى أي شيء لأن القرار يستند إلى قرار عسكري يعود إلى زمن الانتداب إلى عام 1945 المادة رقم 6 حكم عسكري بدون أي شيء إذا رأى الحاكم العسكري أن يبعدك يبعدك إذا رأى أن يقتلك يقتلك إذا رأى أن يسجنك يسجنك وبالتالي هم لم يستندوا إلى قانون نحن في مدينة الكدس نتبع إلى المحاكم المدنية وبالتالي نحاكم محاكمة مدنية لا حتى الذين يقومون بأعمال أمنية يحاكمون في محاكم مدنية لا يحاكمون في محاكم عسكرية كأبناء إخواننا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة كون نحمل البطاقة المقدسية فأنا استغربت هذا القرار وقلت لهم أنني لن ننفذ هذا القرار أنتم تحاكموننا تارة في المحاكم المدنية وتارة في المحاكم العسكرية أين القانون وبالتالي كل هذه الاستئنافات وكل ما قدمناه في 2-7 تم استدعائي مرة ثانية بحجة أن كل الاعتراضات رفضت وتم تسليم قرار الخروج فورا من كل المدينة وتم تسليم خارطة الخارطة هي لكل مدينة الكدس تشمل مكان موطني نعم لأن الحي الذي أسكنه حي صور باهر هو جنوبي الكدس وهو من صلب المدينة إخراجي من بين أهلي ومن بين عائلتي ومن عند نعم دكتور كيف تمضون أوقاتكم الآن في انتظار التنفيذ الفعلي لهذا القرار الذي كما تفضلت جرى الاعتراض عليه لكنه قرار عسكري كيف تمضون وقتكم الآن وحدثنا أكثر عن هذه الخريطة يعني هذه الخريطة توضح لك المناطق التي تستطيع دخولها والمناطق الممنوعة أم ماذا بالضبط منذ 22-6 أعلنت رفضي للقرار وقلت لن أنفذ القرار هو فعليا بدأ واعتبروني مخالف واعتبروني أنني حربت على كسر القرار بقيت أعلنت خيمة في بيتي أنني أرفض أن أخرج وبالتالي تم استدعائي مرارا من خلال الهاتف من خلال أن عليك أن تخرج وإلا ستعتقل عليك أن تخرج وإلا ستجد عقوبات أشد قلت لهم لن ولن ولن أخرج من بيتي بقيت منذ ذلك الوقت من 22-6 إلى 13 إلى 12-7 بقيت معتكفا في البيت وأعلنت أنني لن أنفذ القرار وبدأ التضامن معي بشكل محلي وإقليمي وعالمي تواصل معي أكثر من الحمد لله أكثر من 250 عالم وشخصية اعتبارية من خارج الوطن ناهيك عن أبناء الوطن نعم إذن الجميع يتواصل معي إلى أن كانت الهجوم علينا يوم الأربعاء على البيت واعتقلوني ثم بعد الاعتقال وبعد التحقيق نقلت إلى منطقة بيت لحم التي تعتبر خارج خارج منطقة يعني خارج منطقة الكدس خارطة الكدس تشمل كل الكدس تشمل المسجد الأقصى والبلد القديمة وستة عشر حيا في المدينة وتشمل سبعة عشر حيا أيضا في المنطقة الغربية خارطة بكاملها من جنوبها إلى شمالها إلى غربها إلى شرقها ممنوع أدخل هذه المدينة مطلقا لمدة ستة شهور بدأ الفعلي من تاريخ اثنين سبعة إلى واحد واحد ألفين وأربع عشرين ممنوع علي أن أدخل ولا أن أصل بيتي ولا أن أصل المسجدي ولا أن أصل البلد القديمة وبالتالي الحقيقة أن ما قاموا به وعملية تهجير هي ولادة للفكر الصهيوني الذي رحل الفلسطينيين هي يعني بين كلمتين هي خلق لواقع جديد وتهجير جديد البداية من هنا تبدأ كما بدأ الإبعاد في المسجد الأقصى في عام 2003 وكما بدأت الاعتقالات حينما بدأوا اعتقالنا في 1981 الآن يبدأ عملية التهجير اختاروا هذه الشخصية كي يروا ماذا يمكن أن يصنع العالم العربي ماذا يمكن أن تصنع الحاضنة الشعبية أنا أسألك عن هذه الموضوعات دكتور ماذا يمكن أن نصنع لمواجهة هذه القرارات يعني في كل العالم لا يفهم كيف يمكن لقوة احتلالية أن تبعد شخصا بدون حتى إثبات الخطر الحقيقي الذي يمثله على ما يسمى بأمن كيانهم وكيف يبعد لمدة زمنية كثيرة يعني حتى بعض المقدسيين من داخل القدس يبعدون عن الأقصى نفسه وبعضهم يبعد عن المدينة كما جرى معكم أنتم دكتور يعني أبعدتم عن الأقصى 32 مرة بمجموع 7 سنوات استدعيتم عشرات المرات لدى مخابرات الاحتلال اعتقلتم 30 مرة ومنعتم من السفر بمجموع وصل إلى ثماني سنوات أيضا غير متصلة كما حكمتم عام 2015 ومنعتم من الحديث إلى وسائل الإعلام لمدة ستة شهور كل هذه الرحلة الطويلة من المعاناة لم تثنيكم عن مواصلة طريقكم لخدمة المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة من أين لكم هذه العزيمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون هذه طريق الأنبياء هذه طريق النخب هذه طريق العلماء ورثة الأنبياء أعتقد أن ما قدمناه لا يساوي مسيرة شهر لسيدنا عمر رضي الله عنه والجند الذين ساروا من الجزيرة العربية في الرمضاء من أجل أن يستلموا مفاتيح القدس كل ذلك لا يساوي تلك الدماء 25 ألف صحابي نزفت دماءهم في طاعون عمواس وغيره وفي أجندين وفي اليرموك نزفت من أجل أن تكون العدالة جاءوا من أجل العدالة نحن أقسمنا وعاهدنا الله أن نكون في ثوابتنا نحمل العدالة الإنسانية نحمل ثوابتنا نحمي إرثنا وبالتالي نحن استمددنا ذلك من تلك العقيدة التي تربينا عليها عقيدة العدالة عقيدة التضحية العقيدة التي إرث جدي عبادة بن الصامت وشداد بن عوس الذين رحلوا وسكنوا البيت المقدس وبالتالي نحن هذه العزيمة كما قلت لك هي من الله أولا ثم ثقتنا بأننا على موعد قريب من الانتصار ثم جذورنا التاريخية ثم جذورنا الاجتماعية ما من حجر في المدينة وما من سوق في المدينة وما من مأذنة في المدينة وما من مدرسة في المدينة وما من طفل في المدينة وما من شيخ في المدينة إلا وله معنا حكاية نحن رسمنا حكايتنا مع الأقصى حكايتنا مع الكدس حكايتنا مع فلسطين حكايتنا مع شجر الزيتون حكايتنا مع الزعتر والزيتون وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العزيمة هي من صخرة بيت المقدس الثابتة التي تحطمت عليها كل أحلام الغازين وكل الذين أرادوا نشر الفساد وبالتالي هذه العزيمة كما قلت هي عزيمة تربينا عليها وأعطيناها ورضعناها صغارا وشبابا حتى كبرنا أكثر من نصف قرن ونحن نتلمس حجارة البيت المقدس أكثر من نصف قرن ونحن نسجد على صخرة بيت المقدس فكيف لا يكون هذه العزيمة وبالتالي كل والله كل القرارات التي صدرت ازددنا بها همة وازددنا بها رؤية وازددنا بها طمأنينة وازددنا بها يقينا أننا أقوى من المحتل لأننا نحن أصحاب الأرض يا أستاذ نحن جذورنا الباقية هم كشجر كما نقول نحن كشجر النتش هذا الشجر يطفو على وجه الأرض ولكن إذا ما ضربته ضربة واحدة ينخلع تماما أمامك تراه كأنه ممتد طاف هو كزبد البحر وبالتالي أعتقد أن الاحتلال بدأ يعني يترنح وبالتالي هذا الترنح هو الذي يدعوه ويخاف من كلمة الدكتور ناجح يخاف من حركة الدكتور ناجح يخاف حينما يقف الدكتور ناجح على باب العمود ويشرح عن باب العمود ويخاف حينما يقف الدكتور ناجح ليبين حرب الحفريات وخطورة هذه الحرب على المدينة الإرتية العالمية يخاف حينما يقول بأن الاحتلال يصادر في محيط هذه البلدة بمصطلحات أتى بمصطلحات مصطلح الحفظ المقدس ومصطلحات تهويدية 3750 مصطلح واسم تم تغييرها من أسماء إسلامية وعربية وفلسطينية إلى أسماء يهودية وبالتالي حينما نقف أمام هذه الرواية نقف أمام الرواية التوراتية نقف أمام حرب الاقتحامات أمام حرب الحفريات أمام حرب الهوية والوجود نشعر بأننا نحن استطعنا أن نكون شيء واقع واستطعنا أن نكون رأس حرب للأمة لأن صحيح أن الأمة ربما ضعفت في مرحلة من المراحل ولكن الأمة تنهض يوما بعد يوم نعم سنأتي إلى هذا الموضوع دكتور لكن كما تفضلت ما يجري معكم اليوم هو جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس يعني إبعادكم عن المدينة منع الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة ستة شهور الاستلاء من المستوطنين استولوا على منزل صبلبا يعني إذا كان الدكتور ناجح مثلا والدكتور عكرمة وغيرهم من الشخصيات وهلدي حلواني التي يمنعوها من دخول الأقصى بين فينة وأخرى كلهم يؤثرون على الأمن الإسرائيلي فماذا فعلت عائلة صب لبا التي استولى المستوطنون على منزلهم قبل عدة أيام تحت حكم القانون بين خسين الحكم الظالم بقوة القانون هذا كله بالإضافة لما تفضلت به دكتور ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسين اسم لمعلم وزقاق وشارع ولا أعرف يعني غيرت إلى الأسماء العبرية كل ذلك لتزييف الحقيقة الماثلة بأن هذه الأرض وهذه القدس والأقصى لنا صحيح يعني عائلة صب لبا وغيرها وقبلها عائلة كامل الكرد وقبلها عائلة الغاوي وقبلها هذا في حي الشيخ جراح إذن أنت تنتقل من البلد القديمة إلى حي الشيخ جراح ثم يأتونك إلى عائلة قراعين كيسلوان ثم يذهبون إلى عائلة فطور وإذا بنا نحن أمام مسلسل هذا المسلسل هو عملية تطهير تطهير لهذه المنطقة التي حدثتك عنها ومصادرت أكثر من 2500 دنم في محيط البلد القديمة هذا كله يا أستاذ تحضير لمشروع تهويد المدينة وجعل المدينة هي مدينة يهودية بشعبها يهودية ببنائها باستيطانها يهودية بروايتها وبالتالي حينما يطلقون ما يسمى بالحوض المقدس على مساحة 3 كم فالأقرب من الشمال حي الشيخ جراح ولنا فيه معاناة من أكثر من 20 عام وسلوان كذلك من التسعينات إلى الآن تعاني من منطقة الجنوب إذن سلوان من الجنوب الشيخ جراح من اليسار البلد القديم في المحيط في الوسط والأقصى بين فكي كماشة نعم وضع الأقصى بين فكي كماشة هو الهدف الإسرائيلي الواضح تفضل دكتور كنت تتحدث عن محاصرة الأقصى يعني أولا هم حاصروا المدينة طوقوها بالمستوطنات ثم طوقوا البلد القديم بالاستلاء على بعض المنازل بين فينة أخرى ثم الآن يطوقون المسجد الأقصى المبارك نعم هذا الشيء يعني تجديد الخناق هو ما يسمونه الآن في السيناريو طرح أكثر من سيناريو في كتاب اسمه أحلام اليقظة كتب في عام 1972 كتب أشتاين كتب سيناريوهات كثيرة كيف يمكن التخلص من الرؤية البصرية للمدينة العربية المدينة الكدس حتى الآن بعد خمسين عام خاصة البلد القديمة ما زالت تعطيك الصورة العربية الإسلامية ما زالت تعطيك التناغم الإسلامي المسيحي لا تجد فيها مظاهر الاحتلال رغم مرور خمسين عام كرؤية بصرية قبابها مهادنها كنائسها أجراسها أزقتها أسوارها وأدوى محيطها من المحيط الشرقي هو محيط محصن جدا بالوجود العربي ومحيطها الشمالي ومحيطها الجنوبي المحيطها الغربي سقط في عام 48 38 قرية تم تدميرها وتهجيرها بداية من لفتة إلى قالونيا إلى عين كارم إلى المالعة حتى تصل إلى بداية أبو غوش تصل إلى هذه 41 قرية بقيت ثلاثة قرى بيت نقوبة وعين رافة وأبو غوش بقيت على بعد تقريبا 20 كيلو من المدينة كحد غربي وكل القرى 38 تم تدميرها تماما نعم وتدمير مساجدها وترحيل أهلها هذه سقطت في عام 48 إذن بقيت المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية التي حصنت والبلدة القديمة حتى عام منذ عام 1948 وحتى عام 1967 لم يكن في البلدة القديمة ولا ولا وحدة سكنية يهودية أو سليطانية مع دخولهم تم هدم حارة المغاربة وتم إنشاء ما يسمى بالحيي اليهودي وتم التوسع في البلدة القديمة كل ذلك لتأكوين ما يسمى العاصمة اليهودية لمشروع الدولة اليهودية تم توسيع ذلك من خلال ما يسمى بالحوض المقدس أيضا إنشاء وحدة سكنية والبؤر الاستيطانية وتم أيضا على بعد خمسة كيلومترات إنشاء طوق طوق من الاستيطان وصل من الجنوب جبل المكبر ومنطقة منطقة العزالية الخان الأحمر ووصل إلى منطقة شعفاء زقاد زئيب ووصل إلى نعم كل هذا دكتور نعم تفضل على بعد عشرين كيلومتر سمية طوابات إذن نحن أمام يعني أمام تحول في طبيعة الجغرافية تم تغيير الجغرافية هلأ تغيير الجغرافية ترحيل الناس وما ذكرت عن عائلة صبلمن تملك الأوراق الثبوتية إم كامل الكرد تملك الرخصة البيت وتملك كل شيء عائلة الغاوي نحن نملك كل الحقيقة ولكن في ظل الظلم وفي ظل النفاق العالمي الغربي الذي وقف فقط مع احتلال أو حرب روسيا وأوكرانيا وقف مع أوكرانيا وكل العالم بالمليارات والأسلحة ولم ينتبه إلى مئة عام مئة عام والشعب الفلسطيني يعاني مئة عام والشعب الفلسطيني يشرد مئة عام وبيوت الفلسطينيين تهدم مئة عام والجرح الفلسطيني نازف أليس النفاق العالمي يا أستاذ ثم في قضية أخرى عليك أن تنظر أيضا أن ما يسمى بالحركة الصهيونية الليبرستانتو الذين يؤمنون بتدمير الأقصى وهدف الأقصى أقول لك أن كل ما يجل الآن من تحضيرات الهدف هو إزالة الوجود الإسلامي وبالذات المسجد الأقصى ومختراع الديانة الإبراهيمية ومختراع كل ذلك إلا من أجل أن نفقد هذا المكون الرباني الذي يعني ليس هو قضيتنا قضية فقط فلسطين أو قضية أن أبعد الشيخ ناجح حتى يعني يخلو لهم الجو في الأقصى إنما هذه قولة قضية الشعب هذه قضية أمة وبالتالي نحن نريد أن نعيد أن نعيد القضية إلى حقيقتها أن نعيد القضية إلى هذه الأمة حتى نعيد القضية إلى هذه الأمة سأجل هذا السؤال لنهاية الحلقة دكتور لكن يهمني جدا أن ما تفضلت به من معلومات في الحقيقة أكبر بكثير مما تعرفه الأمة يعني الناس تعتقد بأن ما يحدث في القدس وفي الأقصى مجرد اعتداءات على الناس منعهم من السفر إبعادهم كذا استلاع على منزل هنا أو منزل هناك أنت تتحدث دكتور وأنت ابن القدس وتعمل في حق القدس والأقصى منذ خمسين عاما أنت تتكلم عن مخططات خطيرة جدا ليست على الورق هي الآن على الأرض وقاء على الأرض سواء كيف أحاطوا القدس بالمستوطنات بالبؤر الاستيطانية كيف حاصروا المسجد الأقصى مخططاتهم للحوض المقدس كل هذه الأرقام القوانين التي يقومون باعتمادها من أجل مزيد من التضييق كل هذا يدفعنا دكتور عن دور سؤال عن دور العلماء ودور الإعلام في إيصال هذه الصورة الحقيقية إيصال الجريمة الحقيقية التي يقوم بها الاحتلال في القدس وليس مشرد أخبار تتنقلها وسائل الإعلام صحيح وهذا سؤال مهم جدا يعني المشكلة في كثير من النخب لا أقول كلهم ولكن كثير حقيقة وكثير من يتحملون المسؤولية لا يدركون أنهم أمام مشروع هم يظنون أنهم أمام اعتداء وفي فرق كبير بين اعتداء وانتهاك وبين مشروع هناك مشروع مشروع للدولة العبرية مشروع للحركة الصيونية هذا المشروع يتجلى في قضيتين يتجلى في أخذ الأرض جميعها من أصحابها ومن ثم يتجلى في طرد السكان منها ولذلك ينادون بالوطن البديل أمام هاتين القضيتين أن تتقضي على شعب كامل أن تتقضي على معتقدات كاملة وأنت تقضي على الوجود الإسلامي والعربي تماما تقتلع الجذور العربية والإسلامية من كل هذه الأرض المباركة ولذلك الآن أصبح التوجه ليس فقط في مركزية الحدث في المسجد الأقصى وإنما أصبح التوجه احرق في ترمسعية احرق في حوارة احرق في جنين احرق في غزة اضرب في أريحة اضرب في الخليل وبالتالي كلها يجب أن تقرأ بشكل واضع أننا اليوم أمام حكومة تنادي بعملية التطهير تماما لذلك أنا أعتبر أن موضوع ترحيلنا هي بداية لهذا التطهير لا يمكن أن نقبل به لا يمكن لا يمكن لأننا حينما نحن نمثل قضية إنما نمثلها من أجل شعبنا ومن أجل أرضنا ومن أجل بقائنا كيف يمكن لك أن تقلعنا من هذه الأرض وأن تقدم لمشروعك وبالتالي على النخب وعلى المسؤولين وعلى العلماء عليهم دور دور فيما ليس فقط يعني كثير من العلماء تحدث فقط عن المسجد الأقصى وعن بواباتهم أنا أقول لهم تحدثوا عن مركزية القضية الفلسطينية تحدثوا أنكم أمام مشروع صهيوني يبتلع فلسطين كل فلسطين ويقسمها ويفتفتها ويغير جغرافيتها ويريد أن يهجر شعبها وبالتالي على العلماء هناك دور كبير جدا في التوعية على النخب على الحكومات العربية والإسلامية عليها دور كبير جدا كما تعرفون دكتور والله إلا إله إلا هو ما لم يكن هناك استقرار في مدينة الكدس وفي المسجد الأقصى لن يكون هناك أي استقرار في أي مكان في العالم وانظر إلى العالم يتخبط منذ مئة عام والعالم يتخبط لأن القضية الفلسطينية ما زالت مظلومة ولأن المسجد الأقصى ما زال أسير إذا أردتم العدالة وإذا أردتم أن تستقروا وإذا أردتم الكرامة فأعيدوا الكرامة للمسجد الأقصى كل مننا صغير كبير ذكر أنثى نخب علماء حكام عليهم أن يتبنوا كل منهم يقول مسؤولية القضية الفلسطينية مسؤولية فلسطين مسؤولية الأقصى مسؤولية الكدس وأمام هذه المسؤوليات كلنا كحبات مسبحة كحبات سبحة نؤدي دورنا إذا اجتمعنا في خيط واحد في هدف واحد في رؤية واحدة أما إذا كانت حبات السبحة كل منها منثورة ليس هناك عقد يجمعها وليس هناك هدف لها أعتقد أننا سنبقى نحاور مكاننا وسنفقد يوما بعد يوم ستصبح هذه الحبات مستهدفة ممكن أن تكسر حبة حبة حتى لا تبقى سبحة وإن سبحة الزمان وسبحة المكان وسبحة الإنسان في فلسطين سبحة مقدسة لا تنتهي ما دامت هناك أمة وما دام هناك كتاب وبالتالي علينا أن نعيد طريقة التفكير في الوقوف أمام هذا المشروع نحن أمام مشروع صيوني لسنا أمام انتهاكات إعادة طريقة التفكير دكتور ما تطحن ليلة نهار تريد أن تغير وبالتالي ما نصف علته إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ما لم نقابل المشروع بمشروع وما لم نقابل المخطط بمخطط وما لم نقابل الجيش بجيش وما لم نقابل الألذين يفكرون يا أستاذ الكريم لمدينة القدس لوحدها أكثر من خمسة وثمانين وزارة ومنظمة وجمعية تجتمع وترفض منها من هو رافض مالي منها من هو رافض إعلامي منها ما هو رافض مخطط منها ما هو خارجي منها ما هو داخلي كل هذه تشتغل ثلاثة ملايين ثلاثة ملايين دولار شهريا تنفق لتهويد المدينة ماذا صنعت أمتنا هل قابلت المشروع بمشروع دعني أبحث عن الإجابة لهذا السؤال وهو السؤال جوهري في الحقيقة تفضلت به المشكلة في غياب المشروع لو توفر المشروع العربي أو الإسلامي دكتورنا الفاضل لا كان لدينا خمس وثمانين منظمة وكانت لدينا ملايين لكن كل ذلك غائب بفعل غياب المشروع فاصل قصير نواصل بعدهما تبقى من هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور ناجح بكيرات مدير المسجد الأقصى السابقا نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس حاليا فتفضلوا بالبقاء معنا نرحب بكم من جديد عزان المشاهدين كما نرحب بضيفنا الدكتور ناجح بكيرات مدير الأقصى المسجد الأقصى سابقا نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس ورئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث مرحبا بك معنا دكتور مرة أخرى مرحب حياكم الله أهلا وسهلا بكم كنا قبل الفاصل نتكلم عن غياب المشروع العربي الإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الاستيطاني الإحلالي المجرم الذي يستهدف كل شيء في فلسطين المحتلة حتى اليوم مخططات مؤسسات منظمات وزارات تستهدف القدس وجوهرة القدس المسجد الأقصى المبارك بينما بالكاد بالكاد تعلق بعض الأنظمة والحكومات أو الجهات الرسمية على الأحداث المهمة في الأقصى بالكاد تصرف وتصل المبالغ المخصصة يعني بعض الهيئات العلمائية لديها نشاط أكبر من أنشطة بعض الوزارات في الأنظمة العربية والإسلامية مع الأسف ولا يصل للقدس من الأموال التي من المفترض أنها مخصصة للقدس إلا الفتات فلماذا إلى هذا الحد تقصير في قضية مركزية من قضايا الأمة؟ يعني دعني أقول أن هناك عدة عوامل دعت إلى انخفاض المشروع المشروع موجود ولكنه لا يرقى إلى مستوى أن يكون مشروعا متكاملا مشروعا مفتتا مشروعا مجزأا مشروعا لا يملك خطابا مشروعا لا يملك تمويلا مشروعا الكل نظر إليه على أنه ربما يحل بقدر غائب وبالتالي أنا أعتقد أن مواجهة المشروع الصهيوني يحتاج أول ما يحتاج يحتاج إلى وعي ما لم نعيد الذاكرة وما لم نعيد تعميق الوعي لدى الأفراد أينما كانوا ولدى جماهيرنا العربية والإسلامية الوعي بالقضية الفلسطينية الوعي بأهميتها الوعي بمكانتها مكانة فلسطين مكانة القدس الوعي بأهمية أن تكون الكدس عظم حول العالم الزامي ما لم ينتج من هذا الوعي نخب قوية مدركة لها ثوابت وبالتالي حينما يغيب الوعي تغيب الثوابت وحينما تغيب الثوابت يضيع الإنسان ويضيع العمران ويضيع كل شيء وبالتالي حينما قال إسحاق الفرحان رحمة الله عليه قال كلمة قال إن الكدس احتلت ثقافيا قبل أن تحتل العسكرية إن الكدس احتلت ثقافيا قبل أن تحتل العسكرية وبالتالي إيجاد نخب واعية قادرة على أن تتمسك بثوابتها وأن تستطيع أن تدير هذه الثوابت من خلال منظومة هذه المنظومة منظومة فكرية ومنظومة ثقافية ومنظومة أيضا اقتصادية ومنظومة إنتاجية وليست منظومة استهلاكية إذا وجدت هذه المنظومة من خلال هذا الوعي نستطيع أن نقول أن بداية المشروع العربي لتحرير هي قادم هذه نقطة مهمة النقطة الثانية إذا استطعنا تعميق هذا الوعي وهذا بالتالي يحتاج إلى إعلام ويحتاج إلى مال ويحتاج إلى مدارس ويحتاج إلى قضايا كثيرة جدا نعم دكتور نحن معك إذن هذا الإعلام والخطط حتى لإيصال هذه هي لست مجرد معلومات هي المعلومات التي تقود إلى وعي وإلى حراك وإلى ثورة حقيقية عند الناس يعني أن الناس عندها معلومات كثيرة عن الأقصى وعن القدس لكنها هذه المعلومات لا تفعل بها شيئا نعم إذن الموضوع حينما نتحدث عن تعميق الوعي لا نتحدث عن لا نتحدث نعم طيب نتحدث عن تعميق وعي إنتاجي وعي منتج وليس ما قيمة أن أكون قرأت المكتبة كل هذه المكتبة ولا محرك ساكنا في قيمها اسمح لي أن أقول لك أن كثير من الناس إلا من رحم ربي يعني كالحمار يحمل أسفارة يعني ما قيمة وضعت كل كتب القيم والأخلاق ووضعتها على إنسان وهو لا ينفذها وبالتالي نحن نمتلك كأمة من القيم والمبادئ التي تحرك فينا تحرك فينا الثورة تحرك فينا التغيير تحرك فينا الإنتاج تحرك فينا أن نكون أمة حية وليس أمة ميتة ليس أمة ميتة وبالتالي إذا أصبحت فقط مجرد مجرد الثقافة فالكل يعني كثير من الناس متقفين ولكن هذه ثقافتهم هي ثقافة ذل وفي فرق كبير بين ثقافة الذل وبين ثقافة الحرية وثقافة العزة والكرامة بمعنى أننا نريد من هذا الوعي أن ينتج جيلا يسعى إلى حريته يسعى إلى تحرير رقبته يسعى إلى تحرير مقدساته يسعى إلى أن ينهض بأمته يسعى لكي يكون جيلا تجميعيا وليس جيلا للتفريق هذه نقطة مهمة جدا النقطة الثانية أعتقد أن المشروع موجود ولكنه متناثر وهو بحاجة ودائما نوجه أنا أقول الحمد لله الآن بعض المؤسسات خاصة التي تهتم بقضية الكدس بدأت تدرك أنه لا بد من التجميع والعمل بشكل موحد وأن نوحد رؤيتنا وأن نوحد أهدافنا وإلا ستصبح ضرباتنا في حقل كل منا يضرب فيه ضربة يمينا أو يسارا ولسنوات نأتي لا زرعنا ولا حصدنا ولا أنتجنا ولا حرثنا لأن هذه الضربات صحيح كانت ضربات صحيحة وموفقة وكانت مشاريع جيدة ولكنها كانت مشاريع على الهامش ويبقى الهامش هامشا ويبقى المتن متنا فإذا ما اتحدى المتن على الهامش أنتج لنا رواية أنتج لنا حاضر إذا ما اتحدنا واتحدنا في فكرنا وفي رؤيتنا نعم بعدما نوجد هذه القاعدة الواعية من النخط وعلى كل المستويات بعد هذه عليهم أن يجتمعوا وأن يوحدوا رأيتهم وأن يوحدوا استراتيجية وهذه الاستراتيجية تبنى على مراحل ولا تبنى فقط على العواطف لا تبنى على العواطف تبنى على مراحل هذه أول هذه المراحل أن نكون على أرضنا أن نحافظ على زيتوننا أن نحافظ على إنساننا أول هذه المراحل أن نستثمر الإنسان المقدسي نستثمر الطفل المقدسي نستثمر الذي يصلي ركعتين في المسجد الأقصى هو مقاوم الطفل الذي يبيع الكعك في سوق العطارين هو مقاوم المرأة التي تحصد وربما المرأة التي تربي أبنائنا في بيتها هي مقاومة أنا أعتقد أن كل إنسان يمكن أن يكون مقاوما إذا وجد الحاضنة الواعية التي أنتجت مشروعا نحن أمام إذا كان هناك مشروع صيوني يشتغل بهذه الكتابة بهذا المخطط يجب أن يقابل بهذا المشروع وأول هذا المشروع كما قلت لك بعد الوعي هو استثمار الإنسان المقنسي حتى هذه اللحظة لم يستثمره عربي ولم يستثمره مسلم ولم يستثمره إنما كل ما يأتي هو عبارة عن دعني أقول لك عبارة عن ترقيع ثوب وترقيع الثوب البالي لا يأذن لك إلا بدماره وخلاصه نحن لا نريد ترقيعا نحن نريد تأسيس تأسيس لمرحلة قادمة قادرة على مواجهة المشروع وقادرة أن تنتج شيئا أمام هذا المشروع الكبير نعم ربما دكتور يحضرني هنا السؤال عن دور العلماء والهيئات العلمائية بصفة خاصة لأنه في ظل غياب أنظمة قوية تتحرك جديا من أجل القدس والأقصى أعتقد أن هناك أدوارا ما يمكن أن يقوم بها العلماء سواء فرادة أو في هيئاتهم وفي المنظمات التي يمثلونها ولعلك رأيت كيف تفاعل العلماء في كثير من القضايا سواء بالإساءة إلى بعض الرموز الإسلامية إحراق المصحف الشريف الإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى في قضية الأقصى تفاعلوا بشكل واضح وكبير وكان لتفاعلهم أثرا ملموسا هل تعتقد بأن هذا الحراك العلمائي يعني محسوس وملموس عند قوات الاحتلال أو عند الاحتلال الصهيوني وبالتالي تعمل له حسابا قطعا أنا أعتقد أن دور العلماء هم وراثة الأنبياء العلماء عليهم أن يختاروا إما أن يكونوا مع الحق وإما أن يكونوا مع جماهيرهم إما أن يكونوا مع ثوابتهم وإما أن يكونوا مع سلطانهم إذا اختار العلماء إذا اختار العلماء دواوين الصلاطين ودواوين الملوك فإنهم سيفقدون أنفسهم ويفقدون شعبهم ويفقدون وطنهم إذا اختار العلماء الوظائف واختاروا المراكز فإنهم سيضيعون على أول بوابة من ذلك المركز وإذا قرروا العلماء أنهم أصحاب قضية وأنهم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم أبناء خالد وأبناء القاقاء وأن هؤلاء العلماء إذا قادوا فليتذكروا العز بن عبد السلام ليتذكروا العلماء الذين عملوا كيف ليتذكروا ابن تيمية ليتذكروا أولئك الذين قادوا الجماهير نحو الحرية على العلماء أن يدركوا وهم أكثر الناس فهما لكتاب الله وأكثر الناس فهما لهذه القضية إذا لم ينحازوا إلى هذه القضية في منبرهم في كلامهم في مواقفهم في حياتهم أنا أقول لك طريق ليس سهل هذا طريق ليس مفروش بالورود كما قال ابن القيم قال هذا طريق تعب فيه آدم ونحى فيه نوح وألقي إبراهيم الخليل في النار وصار مع الوحش عيسى وهدد موسى بالقتل وتحمل صنوف الأذى والعذاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا طريق ليس مفروش بالسجاد الأحمر هذا طريق علينا أن ندرك أنه طريق ندفع فيه ضريبة وبالتالي نحن اليوم ندفع هذه الضريبة ودفعنا الضريبة على مدار سنوات طويلة على العلماء يدرك أن الضريبة التي يدفعونها مهما كانت هي أقل بكثير من ضريبة التقاعس لا سمح الله أو خذلان لأن خذلان المسجد الأقصى هو خذلان للدين خذلان المسجد الأقصى هو خذلان للأمة خذلان المسجد الأقصى وأهل المسجد الأقصى هو خذلان للمبادئ التي تربينا عليها علينا أن نعيد النظر في طريقة التفكير كما قلت وفي طريقة التعامل وفي طريقة الخطاب وفي الطريقة كيف يمكن أن نؤثر أنا لا أقول الكل يريد هؤلاء العلماء بكلمتهم يعني يستطيعوا أن يصنعوا الشيء الكثير الأمة تنتظر منهم أكثر وأكثر وبالتالي أعتقد أن علمائنا اليوم فيه خير الحمد لله بدأوا يؤثرون على الساحات الدولية الساحات المجتمعية بدأوا يؤثرون على الساحات الاقتصادية نحن أصبحنا نرى اقتصادا إسلاميا نحن أصبحنا نرى حكام وملوك ومجالس تأخذ بفتوى العلماء وبالتالي لا يستقلوا أنفسهم هم أكرم شيء عند الله ولكن أعتقد أن عليهم أن يسيروا في طريق واضح وأن يثقوا بثوابتهم وأن يثقوا بطريقهم فهم إن شاء الله بإذن الله تعالى سيحققون الحرية والكرامة لأنفسهم ولأمتهم دكتور كونكم شغلتم مدير الأقصى المسجد الأقصى سابقا ونائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس حاليا ماذا عن موقف الأوقاف الإسلامية الأردنية مما يجري معكم من اعتداءات متواصلة ونحن نعلم أن موقفهم طالما كان قويا وفي صالح المسجد الأقصى المبارك على مدار السنوات الماضية ويقومون بما يستطيعون في هذا المجال أمام اعتداءات الاحتلال المتواصلة دعني أؤكد لك على ثلاث محاور في هذا السؤال المحور الأول كل المؤسسات المقدسية في المدينة أغلقت ولم يتبقى إلا هذه المؤسسة العريقة هذه المؤسسة الربانية التي حافظت على آلاف الأوقاف يا أستاذ لم تحافظ فقط على موضوع وتسيير وإدارة المسجد الأقصى هذه المؤسسة العريقة الربانية هي الوحيدة التي بقيت حتى اليوم في المدينة فهي تدير الأوقاف وهي تدير البيوت وهي تقيم الإجارات وهي التي فيها أكثر من ألف موظف كلهم فلسطينيين والألف موظف يعني معنى ألف عائلة فلسطينية مقدسية تتقاضى رواتبها من الخزانة الأردنية بمعنى أن مؤسسة أوقاف الحفاظ عليها مهم جدا وراء المؤسسة هناك وزارة هناك وزارة الأوقاف الأردنية وراء هذه الوزارة هناك الوصاية الهاشمية هذه الوصاية التي نحن دائما نقول أنها صمام أمان صمام أمان لمن؟ صمام أمان لهذه الأوقاف صمام أمان لهذا المسجد والكل العالم العربي والإسلامي شعبيا وحكوميا يعتبرون أن أي خطر يمس هذه الوصاية إنما يمس المسجد الأقصى وبالتالي نحن الآن نقول أن ما دامت صمام أمان وما دامت أن هذه المسجد نعم ما دام أنها صمام أمان نعم موضوع دور الأوقاف لا تملك الدائرة لا تملك جيشا جيشها حراس الأوقاف جيشها موظفيها بمعنى لا تملك سلاح لا تملك أن تملك السيادة الأمنية ربما تنازع الاحتلال الاحتلال موجود احتل المدينة وسقط المسجد الأقصى هي تملك سيادة إدارية وهي يوميا تتعرض للزوال بمعنى أن هناك منادأ من قبل الجماعات المتطرفة لإزالة دور الأوقاف معنى إزالة دور الأوقاف أن يكون هناك بديل أن تكون هناك مؤسسة إدارية دينية يهودية في المسجد وهنا الخطورة لذلك النقطة الثالثة المهمة أننا نقول أن هذه الدائرة بحاجة إلى إدارة راشدة بحاجة هذه الدائرة إلى من يقف بجانبها وبحاجة إلى تفعيل أكثر وأكثر مع جمهورها لا يمكن أن تبقى الدائرة فقط محصورة مع موظفين لا يمكن أن يكون فقط مجلس الأوقاف يقرر في بعض القرارات وتكون محصورة وبعيدة عن الجمهور المقدسي لابد من توسيع نطاق التعامل والتلاحم مع الجمهور المقدسي حتى يكون هناك قوة رافدة للأوقاف التي كما قلت وأشرت وأكدت على أنها صمام أمان وعلى أن هذه الدائرة مستهدفة ومستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة يا أستاذ من 2010 إلى الآن أكثر من 35 كتابة صدرت بحق الأوقاف تطالب بإلغاء دور الأوقاف وهذا موجود أدخل على المواقع من أراد أن يشاهد ذلك ليدخل على المواقع للجماعات المتطرفة ويشاهد في بعض الأحيان نادوا بشكل واضح أنهم لا يريدون أوقافاً ولا يريدون موظفين ولا يريدون شيء هم يريدون القدس بلا مقدسيين وبلا أي أثر عربي وإسلامي دكتور صحيح لذا أشكرك جزيلاً دكتور على أثر المحاول هي تجيبك على طبيعة هذا الدور فهو دور مركب لا بد في الوقت الذي نحن نعافظ عليه ونحن بنينا هذا الدور وقلت لك أنه صمام وأمان وقلت لك بأن الأوقاف مستهدفة وفي نفس الوقت لا بد من تفعيل دور الأوقاف بإدارة راشدة بتطوير راشد وبتلاحم مع الجمهور المقدسي بطريقة أكثر حتى يمكن لنا أن نقف أمام ما هو المستهدف يومياً شكراً جزيلاً لك فضيلة الدكتور ناجح بكيرات الذي يواجه قراراً بالإبعاد وقد وبعد عن المجد الأقصى وعن القدس وعن بيته في صورباهر لمدة ستة شهور بفعل قوات الاحتلال شكراً لك دكتور نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس مدير الأقصى سابقاً رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ألف شكر دكتور أما أنتم عزاني المشاهدين فنشكر لكم طيبة المتابعة في هذا اللقاء الخاص شكراً أيضاً لفريق العمل على إنجاح هذه الحلقة تذكروا دائماً إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة